بها الفيديو رح اشرح لكم كيف تحلوا لغز ماب الزومبي الجديد Dead of the Night بCall of Duty Black Ops 4 اللغز يعتبر سهل وجميل والماب جدا جدا خرافي اللغز سهل بس مدة شرح طويلة لونه في خطوة واحدة معقدة الخطوة الثانية رح تشوفوها بالفيديو فضوعت وقت شوي على هالخطوة عشان افهمكم ياها قدر الامكان فايلا خلنا نبدأ بالشرح طيب شباب اول شي عشان تحل اللغز لازم تطلع سلاح الماب تفتح التطوير تطلع الدرع وتطور سلاح الماب طيب الحين الاشياء اللي تحتاجها عشان الخطوة الاولى بس تفتح التطوير تطلع الدرع ما في داعي تطلع سلاح الماب بس لازم نسوي الخطوة الاولى من تطوير سلاح الماب اللي هي انك تطلع تلقات الفضية فاذا ما تعرف كيف شيك الديسكريبشن رح تلاقي فيديو شرح تطوير سلاح الماب رح تلاقي الخطوه الاولي فيه كيف يطلع على طلقات الفضية. روح وسويها جدا سهلة. بعدين تعال هون متنمش اختموا ركب ع سلاحك التلقات الفضية و بعدين بدس ارتكدت الطلقات الفضية تعال اضغط مربع على الثلاث جوهرات تبع البك كبانش. ما متنمش اختموا دغط قم نربع على اول جوهرة, بعدين اختموا بالتاني جوهرة هدول نفسهم تبع البك كبانش. بس هالمرة رحيعطوك صور غير. ما علينا من الصور ما مهمين اهم شي لازم تضغط عليهم مربع لثلاثة بعدين تعال على الجوهرة الثالثة تبع البككبانش نفسه اضغط عليها مربع وراح تعطيك الصورة الثالثة مجرد ما تضغط عليهم مربع كلهم اروح على منطقة المقبرة وراح تلاقي عن منطقة المقبرة انه صار عندك فوق البيرك في مثل أسطوانة حديدية هالأسطوانة ما رح تطلع لك الا اذا ضغط مربع لثلاث جوهرات المهم تعالوا اطلق على الاسطوانة الحديدية هاي بالسلاح اللي فيه الطلقات الفضية وبعدين راح تختفي ويطلع لك شواء على ليزر اذا كنتو اربع لعبين او ثلاث لعبين لازم اللعبين كلهم يطلقوا على الاسطوانة هاي بنفس الوقت طيب الحين الخطوة الاولى يلي نوعا ما معقدة شوي بس حاولت ابسطها قدر الامكان بس اتفعل اجهزة الليزر تعال على نص الماب هون راح تلاقي عندك ثلاث بوكسات انفتحت وطلعوا منهم متل مشايفين ثلاث دواليب فمنهم شايفين هال ثلاث سويتشات خلنا نسمع او ثلاث دواليب كل واحدة منهم فيها سويتشامين وسويتش يسار متل شايفين هون سويتشامين وسويتش يسار كل واحدة منهم فيها سويتشامين وسويتش يسار طبعا سيبوكم من البوكسات حاليا ركزوا معاي على الاشعة اللي موجودة فوق تمثال زوس منهم شايفين تمثال زوس في بلورة بالنص ومن هالبلورة طالع منها الثلاث قضوية الضوء الأخضر الضوء الأزرق والضوء الأحمر هالثلاث قضوية ما في شي حاجبهم ثلاث قضوية طالعين ومكملين وما في أي شي يوقف بطريقهم ولو حركت السويتشات اللي عندك بالبوكسات هاي راح تحرك بالدوائر وكل شوي لما تحرك فيهم راح تسد الطريق على أحد هالقضوية متون شايفين هلأ قاعد أحرك بالدوليب قاعد أحرك ورح تلاقي إنه أحد الأضوية نسد عليها الطريق وصار عنا لونين طالعين ولون مسكر عليه الطريق متون شايفين هلأ قاعد أضغط مربع الحين نسد اللون الأخضر متون شايفين اللون الأخضر صار مزدود إجا شي بوجهه وسده فأنا الحين لا تمشوا نفسه أنا قاعد أسويه أنا حاليا بس عم أفهمكم المنطق فمتون شايفين هلأ قاعد أضغط مربع على أحد الاسويتشات راح تسديت الضوء الأحمر الضوء الأحمر إجا شي بوجهه ومعد يعني مو مكمل بعدين حاليا قاعد مرة تانية ألعب فيها ونسد الضوء الأزرق الضوء الازرق صار مزدود طيب اللي سويته اني كنت قاعدة اشرح لكم المنطق تبعها بس انه متل ما شايفين لما نضغط مربع على البوكسات اللي بالنص راح يتحركوا الاضوية او يتحركوا الدوائر يلي حاولين الاضوية فبالتالي راح يتم تسكير الطريق عليهم فهاد هو المنطق بكل بساطة الحين انتو مجرد ما تطلع عنكم الثلاث بوكسات لا تلعبوا فيها لا تغيروا فيها اي شي بس اهم شي انكم ما تلعبوا فيها ولا تغيروا فيها اي شي وتمشوا بالضبط نفس انا قاعد احكي لكم عليه طيب خلا نبدأ متى Bloom فيه ثلاث بوكسات كل بوكس فيه سويتش يساري ويميني نحنا رح نتحكم باليسويتشات اليسارية من كل بوكس ما رح نقرب على السويتشات اليمينية ابدا اوكي اول شي تعال على البوكس اللي بالنص ضل اضغط مربع على السويتش اليساري متى لكم السويتشات اليسارية من كل بوكس ضل اضغط مربع على السويتش اليساري بالبوكس اللي بالنص لحديد ما تحجب الضوء الاخضر فمتون شايفين هلأ كاتلكم مقود النص حجب الاخضر تعال كل شوي مربع على السويتش اليساري بالبوكس اللي بالنص لحديد ما تشوف انه انحجب عندك الضوء الاخضر متون شايفين هلأ انحجب عندي الضوء الاخضر هاي الخطوة الاولى صحيحة طيب هلأ المقود يلي على اليسار حجب الضوء الازرق مثل تلكم السويتش اليساري من المقود لعليسار نضل اضغط عليه مربع كل شوي اضغط مربع مربع لحديد ما تحجب اللون الازرق الحين نحن من شوي حجبنا الاخضر والاخضر رح يخرج عادي ما في اي مشكلة الاخضر رح يروح منه ما في اي مشكلة المهم اللي لازم سويه حاليا نضل نضغط مربع على المقود اليساري السويتش اليساري اللي فيه لحديد ما نحجب اللون الازرق متون شايفين هلا متون شايفين ضليت اضغط عليه مربع والضو الأزرق فعليا انحجب عندي اوكي الحين الخطوة الثالثة المقود يلي على اليمين بده يروح وأحجب منه اللون الأحمر تذكروا السويتش اليساري فقط لا ضغط مربع على السويتش اليميني أبدا فمتون شايفين هلأ ضال أضغط مربع على السويتش اليساري بالمقود اليمين ضال أضغط عليه مربع أضغط عليه مربع لحد ديت ما شوف أنه تم حجب اللون الأحمر فمتون شايفين هلأ تم حجب اللون الأحمر فعليا لا تتخربطوا وتحكوا طب نحن حجبنا الأخضر والأخضر راح عادي الحين اللي بعده الخطوة الأخيرة تعال أو لسه لا في خطوطين بعدها تعال على المقود يلي بالنص وضل اضغط مربع على المقود يلي بالنص لحد ديت ما تحجب اللون الأخضر مرة تانية فاهمتش فين هلأ نحجب اللون الأخضر فعليا هلأ اللي بعده عنا الخطوة أبل الأخيرة تعال على المقود يلي على اليسار ضل اضغط مربع فيه لحد ديت ما تحجب اللون الازرق اعيد واكرر لسوتشات اليسارية فقط لا تقربة على سوتشات اليمينية ابدا فما شوفين هلأ ابدال اضغط مربع على المقود اليساري لحد ما يحجب عندي اللون الازرق هلأ اخر شي عنا يا اللي هو حجب اللون الاحمر من المقود اليميني فهلأ المقود اليميني نرجع له اللي هو الخامس او السادس اه محاولة نجي ونضغط مربع مربع عليه لحد ما يحجب اللون الاحمر ولما يحجب اللون الاحمر اخر مرة راح تلاقي انه تم حجب جميع الالوان وفعليا خلصت انا الخطوة وانكسر راززوس. متى قلت لكم سووا سكرينشوت انا عامل الوان لكل واحدة اللي هي اول مرحلة الاخضر بعدين الازرق بعدين الاحمر بعدين الاخضر بعدين الازرق بعدين الاحمر اه يلي هما واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مرات اعملهم سكرينشوت وفوت اه عندك وسويهم بالترتيب اللي انا قاعد اسويه انه كل مرة بالمقود هالمرة ولازم تحجب اللون الفلاني. فاي حاولت الاخصة قدر المستطاع ما راح تلاقو ولا شرح اجنبي شرح نفس شرح اللي انا سويتم موني قاعد اشوف حالي اويك بس حاولت ابسطها قدر الامكان. طيب الخطوة اللي بعده الخطوة اللي بعده في عنا سبع رموز منتشرة على سبع اماكن بالماب انت بالجيم تابعك هيطلالك فقط ثلت رموز جنب كل رمز من هالرموز في عدد شخطات معينة على الحيط لازم نشوف الرمز ونشوف الشخطات ونجمع عدد الشخطات. الاحين راح تفهموا بالضبط اللي قاعد اتكلمه. طيب المكان الاول اللي ينكي مشوف فيه الرمز ينكي مكون عندك ينكلم لا هو عن بيرك دانو تعال عن بيرك دانو تحت الطاولة متو شايفين هون عنا الرمز بعدين الشخطات يلي عند الرمز هاد راح تكون عندك يا اما هون متل مشايفين اه هون عنا خمس شخطات متل متل مكان واضح بعدين ورا راح يطلع لك هون راح يطلع لك هون عنا ثلاث شخطات فتجمعهم الرمز 11 شخطة المكان الثاني كنتلاقي فيه رمز هو عند النار هون عند الماستر بيدروم الشخطات طبع هذا الرمز رح تكون يا اما علي سار النار هون عنا اربع شخطات بعدين اه متن شايفين هلا عمور جيكم المكان الثاني للشخطات عند تحت تكلوب ثلاثة شخطات كان عنا اربع على ما اظن زائي ثلاثة صار عنا اه سبع اه شخطات بعدين فوق البانيو ممكن مكون عندك شخطات فتجمع عدد الشخطات تكتب الرمز ترسم الرمز الثاني وتكتب جنبه مجموعة عدد الشخطات المكان الثالث اللي كنتلاقي فيه رمز تحت عند البار هذا الرمز متن شايفينه تحت وبعدين عدد الشخطات خلنا نشوف اول مكان يكيمتلاقي فيه شخطات هو هون عندنا هون متشايفين خمس شخطات فوق البرميل ملاحظة عادي المكان ما يكون فيه شخطات يعني عادي من الثلاثة اماكن الشخطات اللي راح ورجيكم اياها يكون فيه شخطات بمكانين بس فالمهم كان عندنا خمس شخطات بعدين مشوكتم شوي كان عنا ثلاث شخطات والمكان التالت هون عنا اربع شخطات فنجمع خمسة زائد ثلاثة زائد اربع عنا اتناشر شخطة اوكي المكان الرابع اللي هو عند المكتبة على يمين الفخار هات هذا هو الرمز وهلأ خلنا ندور على شخطات هذا الرمز فالمكان الاول للشخطات لهذا الرمز راح يكون عنا فوق شباك الزومبي هون متن شايفين هاي عند المكتبة عنا اربع شخطات بعدين المكان التاني للشخطات مو كم يكون عندنا عند الرجل الهيكل العظمي او الديناسور العظمي مدري شي اسمه بالضبط فهون عندما شايفين كان عندنا ثلاث شخطات فتجمعهم وبعدين المكان الاخير للشخطات هو عند اه تمثال الفراعنة متل ما شايفين اه مو واضح هون مو طالع بتلكم مو دائما شخطات يكن تكون موجودة هيك يطلع لك مكانين من ثلاثة للشخطات فهذا المكان الاخير للشخطات طيب الرمز الاخير فين راح نلاقيه بنص الماب بيمين تمثال زوس هادا هو متون شايفينه قدامكم والشخطات لهذا الرمز المكان الاول للشخطات يكون عندك هون فوق النار فعنا هون ثلاثة شخطات متل ما شايفين المكان التاني ورا راح تلاقيه هون عنا هون خمس شخطات فنجمع خمسة زائد ثلاثة صار عنا التوتل تمانا والمكان الاخير للشخطات خلنا نشوف عنا شخطات بهالمكان ولا لأ عنا ولا لأ اللي هو هذا المكان تشايفين عنا شخطاط ثلاث شخطاط. فنجمع خمسة زائد ثمانة زائد ثلاثة عفتها. راح يكون عندنا اهداعش. طيب والمكان السادس لا يمكن متطع لك فيه الرمز هو المكان يلي بغرفة البل يارد. روم متو tav歌 شايفين تحت آآ الطاولة. المكان الاول للشخطاط تحت الطاولة.五الطاك اخير بس مكان عندي. بعدين المكان يميني والمكان اليدساري هو هون. متو متو butterflies به يciąploys حايفين هاي شخطاط اللي كنت طلع لك لغرفة البلياردو. واخيرا الرمز الاخير هون على يمين الباب انا ما كان عندي ما كان عندي الرمز هون بس ممكن يطلع لك والمكان الاول للشخطات لو كان في رمز هون هو المكان هاد اللي عم طق عليه متو شايفينه قدامكم المكان التاني للشخطات راح يطلع لك هون عالطاولة انا هون ما عندي شخطات لانو ما كان عندي الرمز بهالجيم والمكان الاخير للشخطات لو كان عندك الرمز هو هالمكان فوق اتذكروا لو ما عندك الرمز بهالمكان بالتالي ما هيكون عندك شخطات الشخطات ما هتطلع الا ازا فعليا كان عندك الرمز بهالمكان. طيب الحين وجدتكم الاماكن كلها. خلينا ورجيكم شو اللي صار معي بالجيم. هتم تلكم فقط 3 رموز هتطلع. انا بالجيم عندي طلع لي هذا الرمز موجود تحت. فصورتوا بمبايلي انه هذا الرمز. بعدين رحت شفت الشخطات. ففعليا كان عندي هون 3 شخطات. طلع لي بهالمكان فعليا فيه 3. بعدين رحت ادور باقي الشخطات لهالمكان. هما 3 اماكن دايما. المكان التاني كان عندي هون 4 شخطات. فصار المكان التاني كان عن بيرك دانو هون. كان هذا الرمز متون شايفينه قدامكم. وعدة الشخطات بهالمكان ما مرجيتكم يا بس عديته انا وكان عندي 15 شخطة بهالمكان. المكان التالت كان عند الماستر بيدروم هذا الرمز. وبعدين الشخطات كان عندي الشخطات الاولى التانية التالتة كان مجموعهم كلهم 12 شخطة. فمتون شايفين هلا رحط لكم صورة بي جيمي متون شايفين كل الرمز وكم عدد الشخطات جنبه. فاصغر واحد هو السبعة. بعدين اللي بعده هو الاثناش. بعدين اللي بعده هو الخمستاش. بعدين لازم ايجي على غرفة المختبر. فوق رح لقي عندي متل ساعة. هالساعة فيها كل الشخطات. فلازم حط الرمز يلي جنبه اقل شخطات. انا عندي كان محطوض انتم شايفينه هلا. هذا هو اقل رمز عندي فيه شخطات. احطه وبعدين اعطي نايف وراح ينحطها الرمز عندي. تاني واحد كان عندي الرمز يلي شكله متل التى معاقنة وانما متل شايفين هو اللي عندي فيه اتناشر شخطة اللي هو التاني. فضل اضغط مربع اضغط مربع على بين ما احط الرمز هاد لكم انا مفروض كنت احطه من شوي بس ضوعته بالغلط. فمتل شايفين هلا اضل اضغط مربع لين حط عندي هذا الرمز اللي هو التاني اكتر شخطات عندي. واعطيه نايف. بعدين احط الرمز الاخير يلي هو اكتر عدد شخطات عندي. يعني متل تلكم من الاصغر للاكبر. هلا متل شايفين هون هذا اكتر شخطات عندي اعطيه نايف وخلص تم تفعيل هالخطوة راح تشوف انه صار عندك في كهربا اه حولين المكان هاد بعد ما تسوي هالخطوة على طول اه اللي عليك تسوي بعدها انك تطلع الشيل تبعك وتجي على المقود يلي هون تضل تضغط على المقود مربع مربع تقريبا مدة عشر ثواني بعدين انا مشوفين هلا عطيته نايف قبل لا لازم مربع تقريبا مدة خمس ست ثواني خليه لف 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 بعدين نايف بالشيلد وراح تلاقي انه انطعج وبالتالي هيك خلصتنا من هالخطوة طيب الخطوة اللي بعدها هي انه لازم اصحابك كلهم يوقفوا بهالمكان اللي شايفينه قدامكم ويكونوا مسكين باديهم الشيلد تجي انت تفاعل عليهم الكهربا وكلهم راح يجيهم عالشيلد تبعهم بكهربا ولازم انت بعدين تبسك الشيلد تبعك وتفوت وتخلي الشيلد تبعك طالع منه كهربا المهم تجوا كلكم عالتليسكوب اللي بتعطوه نايف بالشيلد الكهربا بنفس الوقت انهم شايفين هلا ما عطينا بنفس الوقت فراح الكهربا وفشلت الخطوة ما في مشكلة ترجع تفاعل الفخ الكهربا مرة ثانية كلكم تمشوا تحت الكهربا وانتوا مسكين باديكم الشيلد تجوا عالتليسكوب تعدوا واحد اتنين ثلاثة وتعطوا خطة بالشيلد للتليسكوب راح تصير عنكم الشاشة بيضة وتعرفوا بالتالي انه خلصتوا من هالخطوة بس خلصتوا من الخطوة اللي قبل هاي راح ينفتح لكم شباك سري تحت هالمكان متو شفين قدامكم هالشباك السري في جواته متى الحجرة اللي عليكم تسووه انه اللعبين كلهم يجوا عند الحجر وكلكم ضلوا ضغطين مربع مو ضغطة واحدة هولد مربع ضلوا ضغطين مربع تقريبا مدة خمس سواني لحديد ما تشوفوا انه الحجر طار وطلع لبرة مجرد ما يطلع الحجر بهالمنظر راح تتسكر اماكن مختبر وما يمديكم تطلعوا منه فنصيحة قبل تجيو هون تجهزوا انه عنكم بيركاتكم عنكم اسلحة قوية وهم شي عنكم الشيلد فالمهم راح يطلع لكم ذئاب وزومبي بشكل جدا كبير اللي عليكم تسووا لتخلصوا من هالخطوة انكم تفضوا كل الذئاب فقط تفضوا كل الذئاب الزومبي مهما دبحتوهم ما راح تخلصوا الخطوة فضوا كل الذئاب وراح تشوفوا انه صار عنكم اخشي شاشة بيضة وبالتالي خلصتوا من الخطوة وراح يعطوكم بالنهاية ماكس طيب الخطوة اللي بعدها لازي يكون عندك سلاح الماب مطور اذا ما تطورته لهالوقت شيك الفيديو بالوصل لتعرف كيف تطور سلاح الماب لاخر تطوير المهم بس طورت سلاح الماب لاخر تطوير تعال عند المقبرة راح تلاقي عندك اشجار نازل منها ورق زيادة على اللزوم مثل هالشجرة شفتوها من شوي طق على الشجرة وراح ينكسر احد الاخصان اللي فيها هاي الغصن الاول جمعناه بعدين قاعد ادور بين الشجر ادور بين الشجر لقيت عندي الشجرة التانية هون متل ما شايفين قاعد نزل منها ورق والباقي م завي اطلق عليها وراح ينكسر عندي الغصن متل ما شايفين قدامكم اضغط عليها مربعور راح اخذ الغصن اروح اكمل دوارها لقيت هذه الشجرة ينزل منها ورق اطلق عليها اكسر الغصن وأجمع الغصن الآن صار عندنا 3 أخصان على ما أظن أظن التوتال 5 خلنا الآن نشوف مع بعض فهون صار عندنا هالغصن بعدين الشجرة اللي بعدها اللي هي يمين البيرك الأشجار كلها بمنطقة المقبرة واللي بعدها ما رحت لو بمكان تاني هالشجرة قاعد ينزل منها ورق أروح أطخ عليها وجمعت الغصن هلأ أظن صار عندنا 5 أخصان أظن هي التوتال كلها 5 أخصان الألسس فيه 1 سادس مشافين هاي الشجرة الأخيرة كسرت الغصن تبعها وأخدته وهلأ صار عندنا الأخصان كلها جاهزة طيب اللي لازم نسويه بعد هيك أنه رح يكون عندنا قبور متوا شايفين عندنا قبور وكل قبر من القبور عليه صورة صورة من صور الشخصيات لازم ندور على القبر يلي مكتوب تاريخ الموت فيه 1912 يتغير من جيم لجيم تتغير الشخصية فأول قبر متوا شايفين وشفناه قدامكم لشخصية الكوبوي ما كان تاريخ الوفاء 1912 ندور بالقبور الثانية لأينا هون في عنا قبر اللي هو اللواء اللابس أحمر ما كان تاريخ الوفاء 1912 فعدنا ندور بعدين هون في شخصية الرئيس الخدم كمان ما كان تاريخ الوفاء 1912 الباقي هو البنت البنت هين مفروض يكون تاريخ وفاة 1912 فأيجينا هون شفنا قبر البنت وفعلا كان مكتوب تاريخ الوفاء 1912 فبس نلاقي هيك لازم شخصية البنت اللي بالجيم كنت أنا شخصية البنت اجي اضغط مربع على القبر تبعي اضغط مربع رح تصير عندي شاشة زرقة متون شايفين قدامكم بعدين تعال على هالمنطق هون رح تلاقي عندك كل اخصان الاشجار اللي جمعتهم مصطفين اضغط عليهم مربع رح يتجمعوا بهالشكل متون شايفينه قدامكم بس يتجمعوا بهالشكل لازم الشخصية اللي هو انا اللي تاريخ وفاتي 1912 بالقبر بهالحالة البنت تجي وتضغط مربع على الاخصان هاي رح متون شايفين يصير عنكم هالأنيميشن بعدك لازم صاحبك يطلق بسلاح الماب متون تركم سلاح الماب المطور يطلق تحتك لحد ما يطلع النار سلاح الماب فيه اربع طخات فمتون شايفين هلأ صاحبي طخ خمس طخات ما كان يطلع النار على حظة فما في مشكلة نرجع نعيد مرة تانية لو كنت قاعد تلعب سولو نفسه ان قاعد يسويه هلأ طق لقيه لك الطخة بعدين نروح وضغط مربع انا طخيت طلعلي نار وقدر رح تضغط مربع ومتون ما شايفين مجرد ما يكون في تحتي نار رح انبلع تحت الارض رح انبلع تحت الارض يطلع لهالأنيميشن المخيف نوعا ما وبعدين رح ارجع للماب عشكل شبح رحكون فعاليا شبح ما حد من الاصحابي بالجيم فينهم يشوفوني بس انا فيني اشوفهم بس اكون بشكل شبح لازم ادور على شبح تاني موجود بالماب الشبح له ثلاث اماكن 90% رح يطلع لك عن بيرك دانو بس انا لحظي بالجيم ما كان موجود الشبح عن بيرك دانو من شايفين اجيت هون دورت ما كان موجود عن بيرك دانو بعد بيرك دانو اذا ما لقيتو عن بيرك دانو رح تلقوه تحت عند الخمور فانزل تحت عند الخمور انا كمان على حظي بجيمي ما لقيتو عند الخمور اذا ما لقيتو لا عند بيرك دانو ولا عند الخمور يبقى لك المكان الاخير يلي هو عند الماستر بيدروم او عند التخت او غرفة الماسر مشايفين هلأ تعالوا هون عند اتخذ اه وطلعوا بالشباك راح تطلع لكم الشبح نفس الباكبانش بالزبط كله عليك انك توصل الشبح لمنطقة القبور طبعا اذا كنتوا بتعرف كيف طلعوا الباكبانش راح تعرفوا انه لو ما كنت ماشي جنب الشبح راح توقف فلازم تضل ماشي جنبها كل شوي ما تضوعها لحدة ما توصلها لعد منطقة المقبرة برة فمشايفين هلأ اه سرعت الفيديو عشان معظم تشوفوا بالتفصيل كيف قاعد امشي فهلأ وصلنا على مطقة المقبرة انا طلعت لفوق ما لقيتها بعدين اكتشفت انه واقفة تحت قاعدة تستناني لازم اجي اوقف جنبها بالضبط تحت مشان تطلع لفوق فخليكم جنبها وامشوا معها شوي شوي ومشي فيه هلأ الشبح اجت لهون راح توقف بهالمكان بس وقف بهالمكان راح تحترق ويطلع تحت عندك في مثل صخرة نفس اللي سويناه مع الصخرة الموجودة بالمختبر كل اللاعبين يجوا وكلهم يعملوا مربع على الصخرة انت اول شي الشبح اضغط مربع الصخرة مشان يروح منك الشبح واصحابك يشوفوك اللي شيفين هلأ ضغط مربع وراح مني افكت الشبح بعدك كل اصحابي لازم يجوا وكلهم مربع مو ضغط لأ تضلوا ضغطين مربع الصخرة لحد ديت ما تطير الصخرة مجرد ما تطير راح يحبسوكم بهالمكان ولازم تفضوا كل الذئاب فاعيدوا اكرر اذا عم تكونوا بهالمكان تاكدوا معكم بيركاتكم معكم شيلد الاسبيشاليس عنكم عبي فول لانه راح تكونوا محشورين بهالمكان وما فيكم تطلعوا منه ابدا وضوعوا امو عراحتكم لانه بنهاية الخطوة راح يعطوكم ماكس امو دائما من المختبر عطونا ماكس امو وهون بنهايتها راح يعطونا كمان ماكس امو فمشوفين هلأ عادين عم ندبح الزومبي وديروا بالكم من الغولز الحمر هدول لو نطوا عليكم راح يدمجوكم ويخلوا من هيرثكم فقط خمسين فالمهم لازم نفضي كل الذئاب مجرد ما نفضي الذئاب راح ترعنا شاشة بيضة وتخلصها الخطوة وبالتالي راح يجو يعطونا هون ماكس امو فهيك منكون خلصنا من الخطوة الثانية طيب الخطوة اللي بعدها عشان نسويها لازم نجمع شي اسمه الباور كور هالباور كور موجود كتير و بتشوفوه اه له عدة اماكن المكان الاول بالمختبر يمكن تلاقوي نفس المكان انا شفته او باي مكان بالمختبر المكان الثاني هون عند النافورة المكان الثالث عند المقبرة ما ورجيتكم ياه والمكان الرابع راح تلاقوه بالنص عن تمثال زوس راح تلاقوه اربع مو مونو قاعد أورجي كومونيكي متلاقوا واحد بهالامكن هلا راح تلاقوه اربع المهم تاخدوا هذا الشيء الاحمر تركبوه على احد الافخاخ وبعدين بس تركبوه على احد الافخاخي مجرد ما تشغلوا الفخ رح تلاهوا انه صار عنكم فخ ناري طبعا هذا الشيء الاحمر فيكم تركبوه على اي فخ ما في داعي هالفخ فالمهم بس تشغلوا النار بالفخ الناري تطخوا بسلاح الماب على النار ورح تتحول النار لونها زرقة الاحين رح تعرفوا ليش رح تحتاجوا النار لونها زرقة بس تشغلوا النار وتطخوا عليها بسلاح الماب وتصير لونها ازرق لازم تفوت جوا النار بالشيلد وراح تلاقي انو شيلدك فيتصار علينار زرقة لازم تحول النار الموجودة بالماب للنار الزرقة بترتيب معين فالم츠 كيفيه النار الاولى هون اا خبطناها بالشيلد صار لونها زرقة بعدين النار اللي بعدها التحط عند المكتبة هيلها عمين الباب ضربها بالشيلد وبعدين ازرق لازم بهالترتيب بعدين النار الاخيرة اللي هي على غرفة البليارد هون اضربها بالشيلد وراح يصير لونها ازرق لو سويتها بشكل سريع وبهالترتيب راح تطلع لك باللورة عند النار اضنت عليها مربع واخدها وهيك خلصنا من الخطوة هلأ لازم نعيد نفس الكلام بالضبط على نيران تانية فمن شايفين هلأ عند الماستر بيدروم حطينا الباور كور اللي اخدناه اول شي جوه الفخ فصار عنا فخ ناري هون متون شايفين ولازم نشغل الفخ نضربه بالسلاح نمشي فيه بالشيلد وبعدين لازم نحول النيران بهالترتيب اول شي النار اللي على يسار اتخذ هون متون شايفين بعدين النار يلي على يمين اتخذ نعطيها نايف بالشيلد راح حصير لونها ازرق بعدين بعد هيك امشي بشكل جدا سريع لان النار راح تكون موجودة لوقت محدد عندك على الشيلد فتعال لهالغرفة هون اضرب النار بالشيلد راح حصير لونها ازرق بعدين المقود الاخير او الرابع راح يكون عندك عن طاولة الطعام بعيدة شوي فلازم ما تخربت ابدا عالطريق تجي لهون تعطي النار شيلد وراح حصير لونها ازرق فهيك بعد هيك راح تلاقي انه فعلا سويت الخطوة بنجاح وصار عندك باللورة تحت النار اضط عليها مربع واخدها طيب لازم نعيد هالخطوة هاي مرة اخيرة والمرة الاخيرة كمان اه تعال شغل النار وفوت فيها بالشيلد نفس المكان الاخير اللي هو عند الماستر بيدروم اه ما في داعي تحط الباور كورب مكان تاني المهم خلي شيلدك عليه نار زرقة تعال تحت على يسار تمثال زوس اضرب النار راح تتحول لونها ازرق بعدين اطلع لفوق او عند المكان بالضبط ورا اضرب النار لونها ازرق بعدين النار اللي على يمين تمثال زوس اضربها وراح حصير لونها ازرق بعدين بعد هيك المكان الاخير اللي هو عكس الماستر بيدروم هالمكان تشوفينه قدامكم وراح تطلع لكم باللورة لازم بهالترتيب ما ما يمديكم تسوها باي ترتيب لا لازم بهالترتيب بالضبط لكل نار من النيران انه ما يمديك والله تسوي النار اليمين قبل يسار لا لازم الترتيب اللي ورجتكم اياه بهالفيديو وبالتالي بعد هيك رح نصير عنكم ثلاث بلورات كلهم جاهزين بس جمعت ثلاث بلورات لازم تحط كل بلورة من البلورات عند درق حديدي اول بلورة تعال هون اضغط مربع عند جم منطقة المختبر متون شايفين عن منطقة القاردين اضغط مربع على الشيلد رح ينكسر الشيلد وتطلع منه بلورة متون شايفين وبلورة هاي رح تلحق لاعب عشوائي منكم فعنه هون قاعدة تلحق عندي صاحبي رغيد اللي هو شخصية الكوبوي فاللي عليكم تسووا انكم تودوها لعند منطقة البكا بانش فمراحظة لازم لاعب يلي البلورة قاعدة تمشي وراه يمشي شوي شوي لانه لو بعد عنها البلورة رح تضل واقفة بمكانها فلازم يرجع لها ويمشي وياخدها فلازم تمشي مع البلورة شوي شوي لعند منطقة البكا بانش تجي والبلورة اللي لونها اخضر فيه ثلاثة الوان البلورة اللونها اخضر تجي تحطها على المسلس الاخضر المحفور بالارض عند منطقة البكا بانش فنيجي هون بعدين عند الدرع نحط البلورة وهالمرة طلعت لنا بلورة اللونها ازرق فلح تلحق نفس اللاعب ولازم هاللاعب يمشي شوي شوي ويودي البلورة لعند منطقة البكا بانش فمتشفين هلا عم بيمشي شوي شوي لعند منطقة البكا بانش والبلورة عم تمشي وراه ولازم نوصلها للمسلس او الدائرة اللي فيها مسلس اللونها ازرق اللي موجودة عند البكا بانش نشفين لان البلورة لونها زرقة فتوديها لعند المسلس الازرق بعدين عنا البلورة الاخيرة رح نلاقيها عد منطقة المقبرة تعال اضغط مربع على الدرع الحديدي رح تنحط البلورة وبعدين رح تلحاكم انتم شايفين قدامكم هلا فرح تلحاكم نفس اللاعب هالبلورة لونها بنفسجي فودوها لعند منطقة البكا بانش لعند المسلس الموجود عالارض يلي لونه بنفسجي فمتشفين هلا عم سترار لكم الفيديو فينكم انكم جمعوا البلورات كلهم وتمشوا معهم هما لثلاثة مشان تختصروا وقت انا بيعاب ورجيكم واحدة واحدة عشان ما اضوعكم ففيكم انتم عالطريق تروحوا عالبلورة التانية او التالتة وتاخدوها معكم بالطريق وتمشوا وراكم ثلاثة بلورات المهم بس وصلتها لمطقة البكا بانش وعطيتو لثلاثة بلورات كل واحدة عاد مكانها رح يطلع لكم مثل مشايفين نفس الدرع الحديدي بس لونه ازرق اللي عليكم تسوي انكم تعبوا ارواح جنب كل درع ازرق من هال ادرع رح يطلع لكم ثلاثة درع زرقة عن كل بلورة فلازم تعبوها ارواح ومجرد ما تعبوا ارواح للدرع الازرق رح يتحرك شوي شوي رح يتحرك شوي شوي كل واحد منهم لحديد ما يجتمعوا كلهم بالنص عند البكا بانش بالزبط بس يجتمع عند البكا بانش رح يطلعوا بيناتهم متل مسلس كهربائي وبس يطلع المسلس الكهربائي رح يطلع تحت بالنص في حجرة وبعدين نفس اللي سويتوه قبل اضغطوا مربع الحجرة كلكم مربع هولد على الحجرة وراح تتفعل الخطوة اللي هو رح تتسكر الاماكن تحبسكم بهالمكان ما فيكم تطلعوا وبعدين رح تطلع لكم زومبي وذيقاب وكل شي ولازم تفضوا الذيقاب كالعادة فنصيحة قبل لتبلشوا بهالمكان يكون عنكم شيلدات بيركات كل شي لانه هاد المكان يعتبر نوعا ما اصعب مكان فمتشوفين هلأ كلنا مربع على الصخرة وطارت الحجرة لفوق وتسكرت الاماكن وجاء لنا زومبي وذيقاب وكل شي فمتعودين على الحركة الحين خلاص فضوا الذيقاب لازم تفضوا الذيقاب لتخلص الخطوة مهما دبعتوا زومبي ما رح تخلص الخطوة لازم تفضوا كل الذيقاب ورح تطير عنكم الشاشة لونها ابيض وبالتالي خلصتوا من الخطوة الاخيرة وانتوا حاليا جاهزين للبوس فايت طيب بس خلصتوا كل الخطوات تعالوا عن مطقة البكا بنش على الصخرة الدائرية هاي رح تلاقوا فيها ثلاث اشياء لونها ازرق فهذا بيدل انكم خلصتوا لثلاث تحديات اللي هي كل مرة تضغطوا مربع على الصخرة فالمهم اضغطوا كلكم مربع مرة تانية على الدائرة هاي وراح تنفتح لكم البوابة وتروحوا على البوس فايت فخليكم هلأ مع كاتسين بسيط للبوس فايت وارجع لكم بعدها اكتشفت الغباء اللي قاعدة سوي طب اوكي هيا بنع لا الغنية سينو شغل غنية هيا عشان يجيك خطر تطبيق قاعدين طوّر فيها خلص صغير لا يتحمل فالمهم نحنا حاليا دخلنا على البوس فايت رح تلاقوا انه في عنكم مربع لونه اخضر موجود تحت على الارض وفي عنكم اربع تمثيل حوالين الماب هالتمثيل طالع منها ضو لونه ابيض لعليكم تسووا انكم توجهوا التمثيل هاي اللي لونها ابيض على المربع ومجرد ما توجهها على المربع رح تلاقوا انه الضوء الابيض تحول لضوء اخضر وانتم شايفين هلا باقيين لها التمثال ضغطنا مربع مربع لحديث ما فعلا توجه على المربع الاخضر وصار لونه اخضر بس يصير التمثيل كلها موجهة على المربع الاخضر وقفوا كلكم جوا المربع ورح تلاقوا انه اجاكم البوس جوا المربع اطلعوا من المربع ودمجوا البوس دمجوا البوس انصحكم بالاربي جي انصحكم وبيشدة بالاربي جي بهذه الخطوة لانه جدا مفيد الاربي جي المطور فمنشفين هلا دمجنا البوس رح يهربوا البوس ولنفس الشي رح ترجع تنعاد الخطوة مرة تانية ورح يطلع لكم مربع اخضر موجود على الارض فروحوا على التمثيل مربع التمثيل وجهوها تمثيل اللي طالع منها ضوء ابيض كلها لا المربع الاخضر لحد دي تمثيل لونها اخضر هما ثلاث تمثيل واحد رح يكون موجه اصلا فعليكم توجهوا الاثنين الباقيين فهون انا وجهت واحد وصاحبي وجهت تاني وبعدين بعد هيك كلكم تعالوا وقفوا وجهو المربع رح يطلع البوس فوق راسكم بعدوا عنا دمجوا بالاربي جي او باي سلاح يعني مودعي الاربي جي هالخطوة اظن رح تسويها ثلاث اربع مرات بعد هيك رح تلاحظوا انه ما في ولا مربع اخضر وما في اضوية طالعة من التمثيل اللي لازم تسوي بها الخطوة انكم تفضوا الذئاب رح يجيكم زومبيز وذئاب عدد جدا كبير فضوا كل الذئاب وبس تفضوا الذئاب بها الخطوة رح تبلشوا بالمرحلة اللي بعدها اللي هي في مربع اخضر مخفي ايه متل ما سمعتوا في مربع اخضر مخفي والاضوية كلها شغالة فكيف تكتشفوا المربع المخفي وروحوا على احد التمثيل اللي هي ضغطوا عليها مربع رح تتحرك تتحرك على بين ما يطلع منها الضوء اخضر لو طلع منها الضوء اخضر يعني مسكت المربع وخلاص رح يتم كشف المربع ويصير شكله واضح فهمتوا شايفين هلأ ضغط قدرت عليها مربع وفعلا تمثال صار في طالع منه ضوء اخضر وطلع المربع واضح الارض وروحوا وجهوا باقي التمثيل على المربع الاخضر هاد وبس توجهوا باقي التمثيل كلها على المربع الاخضر اللي كان مخفي وقفوا كلكم جوا المربع رح يطلع البس دمجوا مرة تانية بالار بي جي بسلاح الماب باي سلاح عنكم يا ولازم تعيدوا هالخطوة اظن مرتين ولا ثلاث مرات فاول شي اظن اربع ولا خمس مرات المربع يكون واضح بعدين فيه برايك بالنص اللي هو لازم تفضل الذئاب بعدين الفيذ الاخير رح يكون فيه مربع مخفي تكتشفه عن طريق التمثيل فاظن المرة الاخيرة لخطوة مربع المخفي رح نعيدها ثلاث مرات رح نضال نحرك التمثيل ليكتشف لنا مكان المربع بس يكتشف مكان المربع نوجه باقي التمثيل على المربع نوقف كلنا جوا المربع هيطلع البوس فوق راسنا نبعد عنه ندامجه بالار بي جي او باي سلاح وبعدين اخر مرة خلاص راح يموت البوس متون شايفين قدامكم هلا وراح هيك نكون حلين اللغز ويعطوكم التروفي ويطلع لنا كاتسين النهاي فاي متون شايفين هاي كانت المرة الاخيرة فاي شباب هالفيديو اتمنى اكون اعجبكم اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تنسوا بالفيديو بزر اللايك واشتركونا بالكومنت شو رائكم باللغز بكل شي اذا بدك تشوف ردة فعلي على الكاتسين مترجم للعربي بنهاية الفيديو راح يطلع لك صورة اضغط عليها راح يحول لك على الفيديو او رابط بالوصف اللي هو ردة فعلي على الكاتسين مترجم للعربي فاي بس كان معكم بشركية اللي بشركة كيش كم بديها التاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة